السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في هذا الموعد في ميخص أحوال التقس بدون تغيير يبقى دائماً هذا الضغط الجو المرتفع متمركز على شمال إفريقيا والمنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط هو اللي يسبح باش غد وصبح إن شاء الله بعده نقشع شوية ضباب على بعد المدون الساحلية وأيضاً المدون الداخلية الحال شباب على معظم المناطق تعمل لدنا هذه مع الصبح خلال الظاهرة بدون تغيير تبقى سمية صافية والدنيهانية على معظم المناطق تعمل لدنا خلال الظاهرة هذه إن شاء الله مع احتمال بعد زوابة عرملية على الصحراء الوسطى ودرجة الرياح بحلية تقدر تكون بحضر السحب من نوع العالي تقدر تهم منطقة تيندوب حتى منطقة بشر مورون بتاب البالا وأيضاً حاسي خبي تكون جزولي درجة الحرارة ننتظرها صباحة نهر الغد إن شاء الله من قد نقول له رهي فوق المعدل الفصلي خاصة على المدون الساحلية والشمالية 11 إلى 12 درجة فقط بينما على أقصى الجنوب خاصة على الهوغر والتاصلي ما بين 8 إلى 9 درجة 5 درجة فقط على حاسم سعود وورغلة 8 بالواد وبسكرة 7 بمنطقة زلفانة غردية والمنيعة 3 فقط على بني والنيف بشار وقناتسة 8 بيتين دوفل 6 بأضرار درجة 0 على باتنا بريكا خنشلة آريس ستيف بورج بورج العلمة أيضاً تيارة البيض المشهرية عين الصفرة وتسع درجات على تلمسان سيدي بالعباس وغلزان لو كنشوفوا درجة الحرارة كيفاش تكون خلال الظاهرة رهي فوق المعدل الفصلي خاصة على المناطق الشمالية تقدر تلحق حتى الـ 25-26 درجة على عدة ولاية ساحلية شرقية كطارف عن نبا وأيضاً سكيك دا جيج الـ 18 إلى 20 درجة كل من أم البواقيت بساً قسمتنا ميلة عين بيضة 15 بالجلفة ستيف بورج بورج بارريج بيتنا كذلك مشرية عين الصفرة والبيض 23 بغردية وورقلة وأيضاً عين صالح وأضرار وورقين وأولف من 20-27 على أقصى الجنوب الجنوب الغربي غارج بيضة حاسي مونير حوالي 24 درجة ننتظرها أما على الهوغر وطة سليمة بين 20 إلى 21 درجة فقط جزء الملاحة والصيدة البحرية البحرية بحرش باب على طول الشرط ساحلي لأن الرياح ضعيفة فقط 10 كيلو مت في الساعة الرياح نقدر نقوله مختلفة في بعض الحياة تقدر تكون غربية تماماً أما الرؤية مع أصبح شوية رضيئة السبب تحتها شوية الضباب ومع أنت تحس أنه تولي من 4 إلى 8 أمية البحرية غرب وشورق سمش شورق سمش يكون على 8 بالضبط على العاصمة والضوحية أما الغروب على 35 و39 دقيقة ودائماً هذه العنوان الإلكترونية في خدمتكم ربي دون قوستوكم دائماً مع برامد الشورق اشتركوا في القناة